مصلحتهم أولاً والانتخابات أولاً أما المواطنون فليسوا أولوية للساسة بقدر ما يرونهم أرقاماً في صنادق التصويت لا غير لاجئون وعملون في مجال الإغاثة قالوا إن القوات الحكومية ترغم مدنيين مقيمين في مخيمات النزوح على العودة إلى مناطق غير آمنة في محافظة الأنبار النزحون الذين يتجاوز عددهم مليوني مواطن باتوا على سلم أولويات الإعباد أخيراً ليس شعوراً منه بواجب خدمتهم وإنما لاهتمامه بالفوز في الانتخابات التي ستجرى في أيار القادم ويقول نازحون وعملون بوكالات الإغاثة إن القوات الحكومية تعيد الناس مرغمة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها كل في دائرته الانتخابية وخوفاً من أن تتأجل الانتخابات إذا لم يعد اللاجئون إلى بيوتهم الإعباد يخاطر باستعداء الناخبين السنة لسيما وأن شهادات تؤكد إعادتهم إجبارياً إلى بيوتهم في مناطق غير آمنة وقال العاملون في الإغاثة إن شاحنات عسكرية تصل المخيمات دون سابق إنذار ويعلن قادة عسكريون قوائم بأسماء نازحين يمنحون ساعة فقط لجمع متعلقاتهم للرحيل وقدر عاملون اشترطوا عدم كشف أسمائهم أن ما يتراوح بين 2400 إلى 5000 نازح أعيدوا قصراً إلى بيوتهم في الفترة بين 21 من 22 إلى 2 من كانون الثاني ذات الأمر حصل مع نازحي جرف الصخر حيث أكد عضو المجلس المحلي السابق في جرف الصخر بمحافظة بابل حسين الجنابي أنه لا يهتم إذا كانت وعود إعادة النازحين إلى مناطقهم تندرج ضمن الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين من جهته أوضح أحد شيوخ عشائر ناحية جرف الصخر محمد دحام للعرب الجديد أن أهالي جرف الصخر على يقين بأن جميع الأطراف تتاجر بقضيتهم هو موسم للتجارب مصير المواطنين يبدأه لعبادي وحزبه إلى جانب من يطمعون بكسب أصوات الناخبين وإن على حساب معاناة مئات الآلاف منهم ما يعزز حقيقة مفادها أن الساسة منفصلون عن المواطن لا يسمعون غير صوته الانتخابي أما صوت معاناته فهم يتجاهلونه قاصدين ترجمة نانسي قنقر